تسجل الجزائر في كل سنة ذروة قياسية في استهلاك الكهرباء آخرها قدر بأزيد من 19 ألف ميجاوات رقم كبير نجحت سونالغاز في تلبيته بحيث يقدر إنتاجها بأكثر من 25 ألف ميجاوات غير أن هذه الكمية الكبيرة من الطاقة يتم إنتاج 98% منها باستعمال الغاز الطبيعي الجزائر التي نجحت في تلبية الطلب الداخلي والخارجي من الغاز الطبيعي يجب أن تحذي تنتقالاً طاقوياً سريعاً حسب الخبراء يضمن تلبية الاحتياجات الداخلية المتزايدة بعيداً عن استغلال الغاز الطبيعي في إنتاجها حيث أن الطلب الداخلي عليه يعادل نصف الكمية المنتجة وهو يرتفع سنوياً بـ 8% نحن الكهرباء جاءة من الطاقة السمشية أو ريحي ريح ما كانش قليل نحن بليك 1% أو 2% ماكسيموم سينو الكهرباء تحصل 98% جاءة من الغاز الطبيعي كل عام يزيد 7% منه والشعب يزيد والاحتياجات يزيد الآن يوجد لجميع المتزايدات يستحقون الغاز يستحقون الكلماتيجر يتحقون الجزيرة في كل حال يتحقون الجزيرة تقريب 45 إلى 50 مليار مطر كوب تقريب نصف تنتاج 15 ألف ميجاوات تعتزم الجزيرة انتاجها بحلول العام 20-35 ضمن مشروع سولار المشروع الذي يتوقع أن ينهي الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء ما يسمح للجزائر بتوجيه كميات إضافية من الغاز نحو الأسواق العالمية ويمكن الجزيرة من تحقيق عائدات أكبر وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية 100 ميجاوات حتى 2035 هذا كان مقصو حوالي حتى 10 أو 12 مليار مثل مكعب هذا هو الخالج الخبراء يرون أن ما تحوزه الجزائر من إمكانيات في الطاقات المتجددة يساعدها على تسريع عملية الانتقال الطاقوي نحو الطاقات النظيفة بما يحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية ترجمة نانسي قنقر